السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي من قناة شروحات الايفون كثير مشترك مننا في باقات انترنت من شركات الاتصالات بعضهم جيجا بعضهم 5 جيجا بعضهم 50 ميجا إلى آخره بمختلف الباقات حقتك تخاف تخلص عليك الباقة ويدخل يسحب بعدها من الرصيد فكيف تعرف حجم البيانات اللي عندك اللي انت استخدمتها وكمال اللي باقي عندك في برامج كثير في الانترنت او في متجر الابل ستور تعطيك الميزة هذه لكن انا بوريك بدون برامج الطريقة جدا سهلة وبسيطة كل عليك بتدخل على الاعدادات بعدها بتروح الى البيانات او الخلوي هنا اللي هو 1 2 3 4 خيار وبتنزل هنا عند الخيارين هذه الخيار الاول هذه البيانات اللي انت استخدمتها مثلا انا مستخدم 12 جيجا من اخر مرة انا صفرت فيه العداد وهذه البيانات اللي انا استخدمتها اثناء السفر اللي هو الرومينج هذا طبعا بالنسبة للنت الشريحة ما له اي شغل بالواي فاي عشان لا اطلق بط عليك هذا النت الشريحة انت انا استخدمت 12 جيجا واستخدم 808 ميجا اثناء السفر طيب عشان كل اول شهر او كل فاتورة او كل شحن معاك تصفر العداد برضو الطريقة سهلة تنزل الاخرى الصفحة بتلاقي هنا ريسيت عادة تصفير طبعا اخر مرة صفرتها هنا في 3 ديسمبر تقريبا يعني قبل شهرين من الان انا صفرت العداد كانت الساعة 8 ونص الصباح يعني حتى بيعطيك التفصيل متى اخر مرة انت صفرت عشان تفتكر متى شحنت فجدا مفيدة يعني انا من شهرين مستخدم على الشريحة من نتة الشريحة 12 جيجا واثناء السفر استخدم تقريبا جيجا فكل شحنة معاك او كل فاتورة معاك خش صفر العداد وابدأ تعريك مثلا لو انت مشترك مثلا في 20 جيجا فيتبقى لك انه 8 جيجا ان شاء الله يكون الشرح وصل وفهم الجميع يعطيكم العافية لا تنسونا من السابسكرايب واللايك على المقطع وهذه مواقع التواصل حقتي اشتركوا في القناة